وتختتم السنة الجامعية بأدرار بإقامة حفل لتكريم الطلاب المتخرجين حضرته السلطات الولائية المدنية والعسكرية هذا تقليد شادت الجامعة القيام به طبعا بحضور السلطات المحلية وعلى الأصم السيد الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ويقدم في هذا الحفل الحصيلة النهائية للجامعة أي نشاطات السنة الجامعية كاملة وكذلك يكرم فيها الأوائل الفائزين سواء كانوا طلبا في طور ليسونس أو في طور الماستر وكذلك يكرم فيه الأساتذة اللي ارتقوا إلى درجة الأستاذية طلاب المتخرجين عبروا عن فرحتهم لهذا التخرج وشكروا كل من سهم فيه في هذه المناسبة أريد أن أشكر جامعة أدرار بخصوص المدير وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية على اللي قرأونا ولي تعبوا علينا هذه المناسبة أشكر الجامعة على كل المجهودات اللي بدلوا معنا الأساتذة وخاصة كلية العلمة الاقتصادية وتجارية وعلم تسير وخاصة قسم علم تسير كل الأساتذة نتعنا أشكرهم إداريين كذلك أشكرهم على الدعم اللي كانوا كذلك الموظفين كانوا في فرن الجو العاملات كذلك كما تم بالمناسبة توزيع عدة جوائز على أساتذة وعمل الجامعة تسجيع لما بذلوه من مجهودات وتبقى جامعة أحمد رايا بأدرار أحد المنارات العلمية الوطنية